تواصل وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الحملة خلال 24 ساعة من ضبط 443 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 144 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 107 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 37 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 738 قضية من بينها 180 قضية خبز ناقص الوزن و178 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط قرابة 6 أطنان أقماح محلية اشتركوا في القناة